السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة يا أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قال الخير فيي وفي أمتي إلى يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا إخوتي أنكم فيكم خير كثير وكبير والله فيكم من الخير الشيء الكثير أفراد الأمة فيها من الخير شيء مطبيعي لكن لا يوجد منظومة تجمع هؤلاء الخيرين لتجعل منه نظاما قويا يحافظ على مصلحة الجميع للأسف إنما هي كلها أنظمة جبرية قهرية طغوية تستعبد الناس ولا تسمح لهؤلاء الخيرين بأن يظهروا خيرهم كل يوم أسمع قصة عن خيرية هذه الأمة في كل دول العالم في كل دول العالم وليس فقط في بلاد العرب ولكن لا أستطيع أن أذكر كل القصص لأسباب مختلفة المهم من البارحة سمعت قصة عن أحد الأخوة في مصر كان مجموعة من السوريين يريدون الهروب من الإسكندرية إلى إيطاليا المهم كانوا مختبئين في مزرعة من المزارع وهجم وتم الإبلاء عنهم وجاء البوليس ليقبض عليهم فهرب بعضهم قبض عليه لكن هناك شاب مع أخته الصغيرة استطاعوا الفرار وفروا في المزارع ولا يعرفون أين هم لا يعرفون أين هم في أي مكان والدنيا ليل وظلوا هكذا يسيرون في المزارع حتى الصباح في الصباح وصلوا إلى جانب شارع فأشاروا إلى أحد السيارات فوقف أحدهم لهم فقال لهم من أنتم قالوا نحن ضائعون بفقدلنا إلى أين نذهب كيف نذهب إلى الإسكندرية فقال لهم أنتم من سوريا قالوا نعم قالوا اركبوا معي في السيارة كان في طريقه إلى عمله عاد إلى منزله أيقظ زوجته التي كانت لا تزال نائمة أن الوقت صباح مبكر فقامت زوجته وغسلت للبنت حزاءها وأزات عنه الطين ووضعوا لهم طعام الإفطار وأفطروهم ثم أمنوهم ثم أخذوهم إلى مركز الباصات وأركبهم في الباصات ودفع لهم أجار الباصات ثم أعطاهم مبلغا من المال قال عندما تصلون حتى تذهبون إلى منزلكم جزاك الله خيرا أنا لا أعرف من أنت ولكن أنت قمت بما يحبه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه الله سبحانه وتعالى هذا فعل الخير فعل الخير هذا يعود عليك أولا ويرفع من شأنك وشأن أمتك أمة الخير فجزاك الله عننا وعن المسلمين كل خير أيها الأخ من بلاد مصر مهما كنت وأينما كنت بارك الله بك وجزاك الله عننا وعن أمة محمد كل خير هذا المثال الأول المثال الثاني اليوم هي تحية وشكر إلى دكتور طبيب أسنان اسمه عادل عكيف هذا الطبيب المحترم في بلاد المغرب ما شاء الله عنه يعني صيطه ذائع وصمعته طيبة ووجهه بشوش والناس تحبه كما سمعت عنه من أحد الإخوة السورية المم هذا الأخ السوري وهو رجل طيب وأبوه كان رجل يخدم الفقراء وكان يسمي حاله خادم الفقراء طرت ظروف سوريا إلى الهرب إلى المغرب ويعيش هناك حياة ماذا نقول عنها حتى حق اللجوء ليس لديه وليس لديه أي حق على كل حال ابنته احتاجت إلى تقييم أسنان تقييم الأسنان هذا يكلف 1500 يورو ذهب إلى عند هذا الرجل الطيب هذا الطبيب ثم قال له سنع له الإطار فقال له أريد أن تفعله قال له لا أأخذ منك ولا شيء يا دكتور قال له أنت من سوريا لن أأخذ سوف أعالج هذه البنت كأنها بنتي ولن أأخذ منك أي قرش فماذا نقول له هذه هي أمة محمد بارك الله بك وبعملك أيها الأخ ربما ذكرت اسمك غلط لا أذكر إن كان اسمك عادل عكيف ولا عارف عكيف على كل حال هذا ليس المهم أنا لا أريد أن أذكر اسمك ولكني ذكرته من باب تجيعي فعل الخير وليس من أي باب آخر فأنا لا أعرفك ولا بحياتي شفتك ولا أعرف أين أنت ولا أين عيادتك إنما أحببت من هذه البلاد البعيدة أن أرسل لك تحية وشكر وفضلت على رأسنا لماذا فضلت على رأسنا لأنك من أمة محمد ولأنك شجعت فعل الخير وعطيت أمثلة إيجابية لأن الأمثلة السلبية للأسف كثيرة جدا في هذه الأيام فبارك الله بكم وكما قلت لكم سابقا أنا فخور بأنني من أمة محمد لأن أمة محمد هي عنوان الخير وهي من يجب أن يكون مثال الخير في كل العالم ولكن الظروف الآن استثنائية ولا تتاح لهذه الأمة أي مجال لكي تظهر ما عندها من الخير ورحمة الله على عبد الرحمن الناصر لو قرأتم عن عبد الرحمن الناصر لأدركتم ماذا بإمكان هذه الأمة أن تصنع لتوفر لها حاكم كعبد الرحمن الناصر أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته